احنا في بيت على الصخر دايما بنقول بيوتنا مليانة مشاكل عادي بس ازاي المشاكل ما نتأثرش علينا بالعكس تكون المشكلة هي سبب بركة نحنا نقرى من بعض اكتر ان احنا نبني بيوتنا مش نهدها ازاي بقى نتعامل مع مشاكلنا دي من غير ما تأثر على اولادنا بشكل سلبي هو ده بيبن حضرتك اكتر في ايه في نهاية اليوم احنا بنقدي ازاي وبداية اليوم بنقدي ازاي الناس اللي بتحرس على ان ما ينفعش يبقى فيه نوم بدون صلة ايه اهمية الصلة انه بتدوب مشاكل اليوم كلها فباخفر لنا زنوبنا طب لو فيه حوار او فيه عتاب هما في غير حاجة انه يكون قدام الاولاد ولا سيما ان احنا لنا طريقة معينة في التفكير لو الطريقة دي بان فيها حدة الولاد هيستلموا مننا الحدية الولاد بياخدوا التصرفات اللي احنا بنعملها ويعيشوا بيها على طول فانا بقى اقيم ناس لصالح لان بعيش صلاح او العكس فالقب اللي يهتم او ان لما ياخد باله ان فيه اختلافات في القراء اللي بينه وبين زوجته سهل جدا كده بس ياولاد احنا مشغولين شوية حد عايز حاجة ويدخلوا يشوفوا ازاي الفكر ده واوقات كمان ياخدوا باله من اين لو اختلفوا الفكر فتكون قطيعة في الحوار في باقي اليوم وقد تكون فيما بعد ذلك يعني احنا اختلفنا في نقطة معينة بنتجنبها دلوقتي انت ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين يبقى بيننا وبين بعض ولما نيجي نتعامل مع بعض في اي حاجة تاني يبقى احنا فاهمين ان احنا النقطة دي بس اللي مختلفين فيها انه ما في واحد تختلف معاه في رأي معين تيروح مقاطع ومش واكل ومش قاعد ويمكن يسيب البيت ويمشي انت اختلفته في فكر وفي نقطة واحدة انما كل حاجة موجودة للباقي كله ايجابي زي ما واحد يكون راجع مثلا من شغله ولسه قابض وطبعا بيقبضه مرتبه كامل بس مرتبه فيه شوية فكة فوقعت منه فكة يضيع بقى البركة اللي هو واخدها في انه يدور على حاجة بسيطة واقع منه واللي يهتم باللي هو موجود معاه ويحرس عليه عندنا يوم كامل عندنا حياة كاملة عندنا وصية في هذه الحياة ادهانا رب المجد وقال لا تكون الا فرحا الله عايزك فرحا انت ليه عايز تنكد على نفسك او تنكد على غيرك ما حاجة سلبية من ضمن الحاجات اللي بتبقى وقات موجودة في البيوت ان فيه طرف يتعب لو فرح وللأسف دي عادة يقولك اللهم اجعله خيري ربنا يسطل لاحسن يحصل حاجة ايه فيه يقولك اللي ولاد قاعدني يتحكي على طول وده مزعلك فيه اما يكون البيت قاعد فرحا عنه بالذات اما يكون الفرح ليه تصرف روحي مش بيخرج عنه ليه لا ايه اللي دايك في كده ليه ما تبقاش قاعد مبسوط زي ما قلنا قبل كده وانت فرح بامرأة شبابك واحدة مبسوطة ومخاليه لك جو البيت كويس ليه توسيء الى صورتها قدام ابنك ايه